قبل سنوات كنت أظن هذا الكتاب رواية بسبب عنوانه ولأنني ما كنت أعرف مؤلفة أوليفر ساكس طبيب الأعصاب البريطاني ولكن الكتاب مع ذلك حينما تقرأه لن تجده بعيدا تماما عن أسلوب القصص لأن أوليفر ساكس حكى فيه قصص مرضاه المصابين بأمراض عصبية وقسم القصص على أربعة أقسام وكل قسم يحمل نوعا مشتركا من الأمراض العصبية وركز على الأمراض العصبية الغريبة لذلك ستبدو شخصيات المرضى هنا أشبه بشخصيات القصص الكلاسيكية كما يقول المؤلف والتي تشتمل على أبطال وضحايا وشهداء ومحاربين يقول وكأنما هم مسافرون إلى بلد لا يمكن تخيلها وليس عندنا أي فكرة أو تصور عنها فدعونا نستعرض تلك البلاد ونستعرض هذا الكتاب كتاب الرجل الذي حسب زوجته قبعة لأوليفر ساكس هناك فرق بين الدماغ والعقل الدماغ هو الكتلة الموجودة داخل جمجومتنا والمخ جزء من الدماغ أما العقل فهو القدرة على التفكير والقيام بالوظائف الإدراكية أي هو مفهوم معنوي غير مادي بدأت الدراسات العلمية للعلاقة بين الدماغ والعقل في سنة 1861 لما اكتشف طبيب فرنسي اسمه بول بروكا أن المرضى الذين يعانون من الحبسة أو صعوبات الكلام مصابون بتلف في جزء معين من نصف الأيسر من الدماغ وسميت هذه المنطقة من الدماغ فيما بعد بمنطقة بروكا هذا الاكتشاف كان بمثابة الفتح العلمي لأننا اكتشفنا من خلاله أن الوظائف العقلية سواء كانت الكلام أو النظر أو السمع أو العاطفة هي مرتبطة بأجزاء محددة من الدماغ ولما يتلف جزء معين من الدماغ أو يصيبه الضرر ما يتضرر العقل أو جميع الوظائف العقلية بالضرورة ولكن قد تتضرر وظيفة عقلية محددة مثل لما اكتشف بروكا أن الفاقدين للقدرة على الكلام يعانون من تلف في هذا الجزء المعين من الدماغ وهذا الاكتشاف جعلنا نعرف كل جزء من الدماغ ما الوظيفة العقلية المرتبطة به ولا نقصد هنا فقط بالوظائف العقلية الحواس فقط نسمعه بصر وغيرها لا حتى التصرفات النفسية والسلوكية وكيف أن ما قد نحسبه سلوكا حرا قد يكون مرتبط بجزء محدد من الدماغ وهو ما أسس لاحقا لما يعرف بعلم النفس العصبي الذي يدرس علاقة الدماغ بالتصرفات النفسية والسلوكية ويهتم بتشخيص الاضطرابات العصبية المؤثرة على سلوك الإنسان وإدراكه وكان هذا العلم في بداياته يركز على نصف الدماغ الأيسر ويهمل النصف الأيمن أو الثانوي كما سمي لأن الآفات المرتبطة بالنصف الأيسر كانت أوضح لارتباطها باللغة مثلا وبالحسابات الرياضية والتخطيط فأي خلل يحدث يلاحظ من قبل المريض أو غيره أما النصف الأيمن فهو اللي يربط بين الأشياء يتعرف على الوجوه يعطي معنى للأشياء لذلك ملاحظة الآفات المرتبطة به أقل وضوحا وقد تغيب حتى على إدراك المريض نفسه وهذا ما سماه المؤلف في إحدى القصص بالفقد المأساوي في قصة عنوانها البحار الضائع لرجل في التاسعة والأربعين من عمره اسمه جيمي مصاب بفقد شديد واستثنائي في الذاكرة الحديثة لدرجة أن أوليفر ساكس وضع ساعته ونظارتها وربطة عنق على المكتب وغطاها وطلب من هذا المريض أن يتذكرها ثم تحدث معه لدقيقة وبعدها سأله عن الأشياء التي طلب منه تذكرها فمو فقط لم يتذكر هذه الأشياء لم يتذكر حتى أنه طلب منه تذكرها ولما أعاد التجربة وطلب منه هذه المرأة هذه المرأة أن يدون أسماء الأشياء التي خبأها ساعة، نظارة، ربطة عنق أيضا لم يتذكرها واستغرب لما شاف الورقة بخط يده لأنه ما يتذكر أنه كتبها ونسيانه غير مدرك يعني أنت قد تنسى أحداث السنة الماضية لكنك تدرك أنك نسيتها وأنك الآن في سنة 2024 جيمي لم يكن كذلك لأن ذاكرته توقفت عند سنة 1945 لما كان عمله 25 سنة وظل يظن أنه يعيش في سنة 1945 مع أنه في وقت زيارته لأوليفر ساكس كانت السنة 1975 يعني ثلاثين سنة محيت تماماً لدرجة أنه كان يتحدث عن شقيقه بأنه في كلية المحاسبة ومرتبط بفتاة مع أن شقيقه هذا تزوج وأصبح أب وجد لذلك لما زاره شقيقه ما صدق أنه كيف هذا الخمسيني يدعي أنه شقيقي وشقيقي ما زال في كلية المحاسبة يدرس قد تتوهم أنه مصاب بالجنون لكن جيمي كان يمتاز بذكاء جيد ويحل المسائل بسرعة إلا لو كانت المسألة تتطلب الكثير من الوقت لأنه كان سينسى ما فعله في بداية المسألة وكان إذا سئل عن بعض العلوم التي تعلمها قبل سنة 1945 تذكرها بشكل متقن ولكن عنده هذه الآفة التي حتى هو لا يدركها لذلك ظل عالقاً عند سنة 1945 لذلك سماها المؤلف أكثر السكتات الدماغية الصغيرة إرعاباً لأن المشكلة ليست في النسيان بحد ذاته ما دمت تدرك وجود هذا النسيان وتعرف أنك عشت حياة كاملة هذا الإحساس بالحياة التي عيشت والتي قد يكون فيها عزال بعض المرضى كان جيمي يفتقد لأن حياته طمست لم يكن يدرك فقده وهذه القصة أيضاً مع قصص أخرى في الكتاب تبين لنا أن الذاكرة هي التي تؤلف حياتنا كما نقل المؤلف عن مخرج أسباني عبارة مؤثرة يقول فيها يجب أن تبدأ في فقد ذاكرتك ولو بشكل تدريجي وبطيء لتدرك أن الذاكرة هي التي تؤلف حياتنا أن الحياة بدون ذاكرة ليست حياة على الإطلاق ذاكرتنا هي تماسكنا ومنطقنا وشعورنا وحتى فعلنا وبدونها نحن لا شيء لذلك حتى فكرة الجنة بالمناسبة عندنا التأمل فيها سنجد أهمية الذاكرة في الشعور بنعيمها لا معنى لبعث الجسد أو خلوده ما لم تبعث معه ذاكرتنا لنتعرف حين ما نلتقي بأهلنا وأصحابنا ومن نحب وكل ما كان له معنى في حياتنا سواء كان شخصا أو شيئا وافتقدناهم وهذا مرهون ببقاء الذاكرة ومن ناحية أخرى ما يطفي على فكرة الجنة هذه المكافأة هو مقارنتها بذاكرة الدنيا لأنك لو عشت في أي عالم أي أن كان هذا العالم جحيما نعيما بدون ذاكرة مسبقة لن تنظر لهذا المكان بنظرة مختلفة أو استثناء ستنظر له كما لو أن هذا هو العالم الطبيعي الذي خلقت لتعيش فيه طبعا حالة جيمة في فقت الذاكرة هي من الإضطرابات التي تنشأ بسبب العز العصبي أو الفقت في تقصير وظيفة ما والذي خصص المؤلف القسم الأول من الكتاب لهذا النوع من الإضطرابات ومنها قصة الرجل الذي حسب زوجته قبعة والذي اختارها المؤلف عنوانا لكتابه هذا الرجل كان مريضا بالعم والعم هو فقدان القدرة على التعرف على الأشياء أو الأصوات أو الأشكال أو الروائح نتيجة لضرر موجود في الدماغ ليس في آلة الحاسة نفسها يعني أذنك سليمة تنقل الأصوات لكن مع ذلك لا تستطيع تمييز هذه الأصوات عينك سليمة تنظر وغير مصابة بالعمال لكنك مع ذلك غير قادر على رؤية الأشياء أو تمييزها لأن الكلمة الأخيرة هي للدماغ في تحديد ما ترى وتسمع والحواس هي مجرد مستشعرات تنقل ما ترى وما تسمع وما تشوم إلى الدماغ والدماغ هو من يفسرها لك فهذا الرجل الذي حسب زوجته قبعة كان مصابا بالعمه البصري تحديدا فما كان قادر على تمييز الوجوه ولا الأشياء يعني قد يقابل زوجته أو طلابه ويرى وجوههم لكن دماغه غير قادر على رؤية شكل الوشك كل كان يرى الأشياء بتجريد تام عبارة عن انحناف الأنف ثم التجويفين في الأعلى وتجويف تحت الأنف لذلك أمسك مرة برأس زوجتي حتى يرفعها على رأسه ظنا منه بأنها قبعة وبعض المصابين بهذا العمر ما يميزون حتى وجوههم مثل رجل حكي المؤلف قصة عمره 32 سنة كان يتساءل إذا نظر إلى نفسه في المرآة لو كان هذا وجهه أو وجه رجل يحدق فيه فيكشر أو يمد لسانه حتى يتأكد أنه وجهه وحتى لا تظنون بأننا أمام مختل عقليا هذا الرجل حتى في أثناء إصابته بهذا المرض كان يدرس في كلية الموسيقى لأنه باستثناء هذه المشكلة كان سليما وكان يميز الأشخاص لما يتحدثون من خلال أصواتهم فأصبحت الصورة حلت مكان أو أصبحت الموسيقى حلت مكان الصورة بالنسبة له هناك نوع آخر من الإضطرابات وخصص له المؤلف القصب الثاني من الكتاب وهي التي تنشأ مول قصور في وظيفة ما ولكن نتيجة لزيادة فيها مثل متلازمة توريك لما يقوم الجسد بحركات لا إرادية تسمى بالعرات أو مثل إمرأة حكى المؤلف قصتها في التسعين من عمرها وبدأت تشعر بأنها معافاة أكثر مما ينبغي شعور بنشوة مفرطة لا تتسق مع من هو في عمرها ولما ذهبت لأوليفر ساكس ما ذهبت حتى تتعالج من مرضها كانت تعرف أنه مرض ولكنها تريد الاستمرار فيه وكل ما ترغب فيه أن يبقى ما هو عليه ولا يزيد أكثر وكذلك بعض المصابين لما طلب منهم المؤلف رسم مربع مثلا ما يكتفون برسم المربع ولكن يرسمون صندوق ثلاث الأبعاد أو يرسمون شجرة مزخرفة لما طلب منهم رسم شجرة حتى بالمناسبة الدكتور الذي كان يفتقد للقدرة على تمييز الوجوه كانت لوحاته في بدايات مرضه تعكس هذا التحول لأن أغلبها صار يميل للتجريد لذلك يقول المؤلف أنه لم يكن تطورا فنيا في لوحاته بل كانت أعراض المرض هي من تتطور طيب ذكرنا حتى الآن نوعين من الاضطرابات في القسم الأول كانت الحالات المجتملة على عصبي وفي القسم الثاني الحالات المجتملة على فرط عصبي وهذه الحالات يجمحها أنها عند حدوثها تصبح واضحة إما للمرضى أو لأقاربهم وأنها نتيجة لمشكلة عصبية ما القسم الثالث من الكتاب هي لحالات مصابة بالتذكر للماضي التخيل المكره لألحال موسيقية أو لرؤى معينة نحن نرى بأعيننا ولكننا نرى بعقولنا أيضا وهذه الرؤية بالعقل هي ما يدعى بالتخيل يعني تستطيع دون الحاجة لأي تعب أن تتخيل الآن أنك في مكتبة وسط بحر تتصفح هذا الكتاب أو تشاهد هذه الحلقة ويقابلها الهلوسة البصرية أيضا هي رؤية بالعقل لكن الفرق بينه وبين التخيل أن الهلوسة ليست من صنعنا مثل ما فعلنا للتو مع التخيل وليست تحت سيطرتنا ونفس الفرق ينطبق أيضا على الهلوسة السمعية أو الموسيقية يقول المؤلف أن هذه الحالات ما كانت تحظى غالبا بانتباه أطباء الأعصاب فكانت تعزى أو تنقل إلى محللين نفسيين باعتبارها ذهانات لكن المؤلف في هذا الكتاب نقل الحالات التي لم يكن سببها نفسي ولكن لها أسباب عضوية محددة وواضحة ومن القصة التي حكاها المؤلف قصة السيدة أوسي لما كان عمرها 88 سنة تحول ذهنها فجأة إلى مثل الراديو فصارت تسمع أغاني إيرلندية بصوت عالي جدا وأغاني قديمة وبعضهم مر بهذه الحالة مع أنهم أصيبوا بالصمم وتحدث المؤلف عن مقالة نشرتها صحيفة نيويورك عن الموسيقي الروسي ديمتري والذي يقال أنه كان مصاباً بهذه الحالة نتيجة وجود شضية معدنية في دماغه فكان يسمع الموسيقى في كل مرة يميل فيها رأسه إلى جانب واحد ليستفيد من هذه الألحان المختلفة في تأليفه لألحانه وأنه لذلك كان يرفض أن يتعالج منها وإخراجها لأنه يرى في هذه الحالة هبة موسيقية وهذه القصة مع قصص أخرى في الكتاب قد تؤكد لنا أن كل الذكريات الماضية التي عشناها أو مرت بنا أو سمعناها أو قرأناها هي موجودة في مكان ما في أدمغتنا حتى لو لم نتذكرها لأن هذه الذكريات التي تذكرها المرضى فجأة نتيجة للضراب أو علاج ما صرف لهم لم تأتي من عدم وربما في هذا أيضاً عزال القراء الذي ينسون أحياناً ما قرأوا بأن ما قرأوا هو موجود في أدمغتهم وقد يكون هذا الشيء مخيف في نفس الوقت لأن كل ما مر بك هو موجود في دماغك وقد يؤثر في تفكيرك بلا وعي القسم الرابع والأخير من الكتاب هو لحالات مصابة بخلل عقلي وفي نفس الوقت عندهم إمكانيات استثنائية مثل قصة التوأمين ونبوخهم مع الأرقام التي كانوا يرونها يعني مرة وقعت علبة كبريت وتناثرت فكلهم قال في نفس الوقت 111 فسؤلوا كيف أمكنكم عد أعواد الثقاب 111 بهذه السرعة؟ قالوا لم نعدها رأينا 111 يعني مثل لو رميت أنا قلمين ستقول اثنين ما يحتاج أنك تعدها واحد اثنين بل ستراها مباشرة لو رميت ثلاثة نفس الشيء أربعة ممكن هم كانت عندهم قدرة رؤيتها حتى لو كانت 111 مع العلم أن نتيجة اختبار الذكاء عندهم ما تجاوزت الستين وما كانوا يستطيعون أصلا إجراء عمليات جمع أو طرح بسيطة ولا استيعاب حتى معنا الضرب أو القسمة وهذا قد يعطينا إشارة إلى أن مفهوم الذكاء غير مضطرد بالضرورة بمعنى أن الذكاء الحسابي مثلا لا يستلزم الذكاء في معالجة مسائل أخرى وهذا يفسر لماذا بعض نوابغ العلوم هم بلح في جوانب أخرى لأن الدماغ البشري كما رأينا من خلال كل الحالات السابقة ليس قطعة واحدة بل هو كتلة من مليارات الخلايا التي تتشابك مع بعضها بطريقة معقدة جدا فما نراه يبدو بسيطا مثل الرؤية ترى الشيء فتميز أن هذا وجه أمك أو وجه إنسان غريب أو جسد جماد حيوان أي أن يكون هناك جزء يعالجها بشكل مجرد وهناك جزء يعالجها كأشكال هندسية وهناك جزء يميز هذا الكل بأنه وجه وهناك جزء عاطفي يخلق المشاعر تجاه ما ترى لذلك لا تدرك هذه التعقيدات لأن هذه وظيفة دماغك اللي يقوم بربط كل هذه الأجزاء ببعضها لذلك لما يختل جزء منها تظهر مثل هذه المتلازمات اللي رأيناها وأيضا ستدرك من خلال كل ما مضى حتى الآن كما قال المؤلف أننا وإن كنا نعتبر أنفسنا أحرارا غير مقيدين بتقلبات وظائفنا العصبية إلا أن حياتنا يمكن أن تتغير بسبب اضطراب عضوي واحد بعضها مدرك وبعضها غير مدرك يعني على سبيل المثال ويمكن نطبق هذه التجربة عليكم لو قلت لكم أحد هذين الشكلين اسمه بوبا والآخر اسمه كيكي أيهم تتوقعون اسمه بوبا وأيهم اسمه كيكي؟ سأمنحكم خمس ثواني للإجابة إذا كانت إجابتك أن هذا الشكل اسمه بوبا وهذا الشكل اسمه كيكي فهذه إجابة خمس وتسعين بالمئة ممن أجريت عليهم هذه التجربة وهي تعرف بتأثير بوبا كيكي ويرجع هذا إلى ربط الدماغ بين الأشكال الحادة أو الخشنة مع صوت كيكي والشكل الآخر غير الخشن مع صوت بوبا وهي جزء من متلازمة سينستيزيا أو الحس المرافق التي تصل عند بعض الناس إلى ارتباط الأرقام في أذهانهم بألوان معينة ووجدوها أيضا عند الفنانين والشعراء أضعاف ما عند غيرهم وهذا قد يفسر قدرتهم على خلق المجازات من خلال ضبطهم الأشياء ببعضها لكن النقطة المخيفة هنا هي أن دماغك إذا كان قد ربط بطريقة اعتباطية بين شكل الشيء واسمه فلك أن تتخيل حجم الأشياء التي يربطها دماغك بطريقة اعتباطية وغير واعية وتأثيرها على قراراتك أو حتى تقبلك للأشخاص من حولك كما شرح ذلك ديفيد إيغلمان في كتاب المتخفي وكيف يميل الناس أحيانا إلى الارتباط بأشخاص ويكون من ضمن العوامل التي أثرت في قرارهم بلا وعي اشتراك الحرف الأول لإسم الشريك مع أسماءهم أو أسماء آبائهم أو حتى في تخصصاتهم لما يميل الأشخاص اللي اسمهم جورج مثلا إلى تخصص جيولوجيا يعني حتى مشاعر الحب أو اختيارات التخصص قد تؤثر فيها أسباب اعتباطية لا ندركها في أدمغتنا بقي أن أختم بأن كتاب أوليفر ساكت صدر سنة 1985 يعني قبل 40 سنة تقريبا وعلم الآصاب تطور منذ ذلك الحين وخرجت دراسات حديثة بتفسيرات أدق لبعض الحالات لكن الكتاب عموما ما زال يحمل إطلال جيدة على أدمغتنا لغير المتخصصين اشتركوا في القناة